نظرا لتنامي ظاهرة حوادث الطرقات في تونس وما تتسبب فيه من خسائر بشريات تعد بالمئات سنويا عملت عديد الجهات على التحرك ودق ناقوس الخطر لتوعية مستعمل الطريق وسلطات الاشراف على حد السواء بخطورة هذه الظاهرة التي بات يطلق عليها ارهاب الطرقات ومن بين هذه التحركات نذكر الندوة العلمية الدولية باسفاقس التي اشرفت على تنظيمها جمعية تونس للسلامة المرورية بالشراكة مع جامعة اسفاقس وكلية العلوم والتي جاءت تحت عنوان البحث العلمي في مجال السلامة المرورية ان شاء الله سنسعى الى تحسيس السادة والدكاترة وطلبة في نهاية المراحل امتاحهم بشيخ طبعي الاعتبار موضوع السلامة المرورية في البحوث امتاحهم نحن في حاجة الى بحوث العالم يتطور العلوم تتطور تكنولوجيا تتطور وقد اجري على هامش هذه الندوة تمارين تطبيقية موجهة للطلبة لمحاكاة واقع الطريق في تونس وسبو الاجتناب المخاطر عدد كبير من الشباب هم ضحايا حواثة المرور في تونس هذك عليش الجمعية تركز نشاطها على الشباب وهوني في معنى كلية العلوم في اسفاقس مجموعة من الشباب حبينا نعملولهم تنشيط فيما يخص السياقة في حالة سكر احنا ما نقولوش للشاب اشرب ولا ما تشربش مش هذا اما كيف تشرب ما تسوقش او ما تركبش مع واحد شارب اسباب حوادث السير عديدة منها ما هو بشري يتعلق بالسياقة المتهورة او السياقة في حالة سكر او الارهاق ومنها ايضا وضعية الطرقات وغياب الردع وتنامي ثقافة الاستهتار بالقوانين البنية الاساسية في اسفاقس تحديدا هي نتيجة تراكمات عشريات ماضية منذ الاستخلال تراكمات تهميش تراكمات ترك مع الاسف اللقميش نقولو ذيق والكراهب كثرت وقاعدين نشجعو في السيارة الشعبية وقاعدين نفرضو على الناس انهم يقتنيوا السيارات باعتبار انه النقل العمومي اللي في اسفاقس هو نقل متردي والشركة الجاوية للنقل الفيتسون ميون وتعمل هيك عدل امكانيات وتتصاعد اليوم دعوات ملحة من اجل ضرورة وضع مادة التربية المرورية في المناهج التعليمية باعتبارها ثقافة حياة يمكن ان تساهم في الحد من حوادث المرور وارهاب الطرقات ترجمة نانسي قنقر